السلام عليكم ومرحبا بكم أينما كنتم وهذه المرة سأقوم بمراجعة للسماعة الجديدة وهي Edifier W22T هذا هو أحدث منتج سماعة الأذن اللاسلكية تم إصداره في أغسطس 22 من العالمات التجارية Edifier التي تتمتع بسجل حافل كشركة مصنعة عالمية في مجالة السماعات ومجالات الصوت المحمول ودعم أحدث ميزات Snapdragon Sound وهي أكبر ميزة تدعم تشغيل عالي الدقة تصل حتى 96 كيلو هيرتز 24 بايت مع برنامج ترميز EBTX Adaptive إنه نموذج طموح يحتوي على أحدث وظائف مع أحدث شرائح ومتوفقة مع التطبيقات ابقوا معنا لنقوم بمراجعة هذه السماعة ونرى مميزاتها وعيوبها وننتقي بعد هذا الإنترو تتضمن محتويات صندوق السماعة من علبة الشحن وكابل الشحن النوع C وكتيب كذلك شامل عن استخدام السماعة من أجل التعليمات تأتي علبة الشحن بشكل فريد من نوعه رغم تصميم ليس مبيرا لكنه صغر الحجم وشميل خصوصا عندما تضع علبة الشحن في يدك تحس بأنها بقبطتها لطيفة وخصوصا لون أسود العكس بوضوح مع ذلك فإن ملمس العلبة الشحن ليس أملس كما أنه يناسب يد بشكل مريح تحس بقبطتها في يدك جيدا ومحكمة لذلك لن تنزلق من يد بسهولة عندما تخرج العلبة الشحن من حقيبتك لن تسقطها أبدا بإضافة إلى ذلك يمكن فتح غطاء العلبة وإغلاقه بسهولة بيد واحدة مما يسهل إخراج سماعتين الأذن بسهولة وعند وضعها في حالة الشحن مع كابل من نوع C سوف يضيء مؤشر ليد في المقدمة العلبة الشحن بلون الأبيض والأخضر والبرتقالي مما يتيح لك معرفة حالة السماعة عند الإقتران وفتح الإغلاق سماعة الأذن وكذلك عند شحنها بمناسبة يضيء باللون البرتقالي أثناء الشحن ويتوقف عند إكتمال الشحن تلقائيا سوف نتحدث الآن عن سماعة الأذن في جدع سماعة الأذن يوجد مستشعر اللمس لتنفيذ المهام التي تريد أن تقوم بها سوف ترى على كل سماعة أحرف مكتوبة L و R لتحديد من سماعة اليمنى أو اليسرى تأتي السماعة الأذن بدون إضاءة حيث تشد في الرأس السماعة التي تكون داخل الأذن حيث يتم فيها تثبيت محرك ديناميكي 13 مليم يعني مكبر الصوت وهناك اختلاف التحكم باللمس عن باقي بعض السماعات من فئر متوسطة وهو أنه يدعم عمية الضغط بدل من اللمس لسماعات الأذن اضغط أصبعك على زر المستشعر بسمة وقم بتشغيل عن طريقة الضغط عليه لا تقوم باستقبال مكالمات أو رفضها أو إيقافها وما إلى ذلك سنقوم بالتحدث عنه في تفسير وعن طريقة تشغيله وتحكمه أيضا بعد قليل إذا كنت معتاد على استخدام سماعات الأذن اللاسلكية التي تعمل باللمس سوف تجد هناك اختلاف فرق جدا في استخدامها في البداية ولكن مع استخدام المدة تتدرك أنها لديها تحكم قوي ودقيق من حيث تحكم في استقبال مكالمات ورفضها وتمرير الموسيقى ومن أجل عمل الإقتران في سماعة Edifier W22T وكل ما يجب عليك فعله وأولا أن تقوم بإخراج سماعتين الأذن معا وقوم بفتح البلوتوت من هاتفك الذكي لكي تقترن السماعة الهاتف بشكل صحيح ولا تقوم فقط بإخراج سماعة واحدة سيكون مشكلة في التفاوت بين السماعتين الأذن لذلك يجب إخراجهما معا وعند فتح واجهة لوتوت على هاتفك سيظهر لك اسم السماعة وأنقر عليه لإكتمال الإقتران هذه هي طريقة للتشغيل والتحكم في السماعة الأذن ستجدها أيضا في كتاب الاستعمال الذي يوجد في صندوق السماعة لتشغيل موسيقى أنقر مرة واحدة بكل من سماعة اليمنى واليسرى لتشغيل وإيقاف المؤقت أنقر على السماعتين اليمنى واليسرى مرتين لإعادة توجه أغنية تالية أنقر ثلاث مرات على السماعة اليمنى واليسرى لإرجاع الأغنية السابقة ويعمل الاتصال أنقر مرة واحدة باستخدام السماعة اليمنى واليسرى لرد أو الإنهاء المكالمات أنقر لمدة ثانيتين فقط على السماعة اليمنى أو اليسرى للرفض المكالمات الواردة أنقر لمدة ثانيتين لكل من السماعة اليمنى أو اليسرى لتنشيط مساعد الصوتي تمتع سماعة بمقاوم الماء والغبار EPE54 وتدعم تقنة بلوتوت 5.3 بإصدار قوي ومحسن ومطور أيضا وكذلك خوارزمية E2DPA EVRCP HFB وكذلك تدعم سناب دراغو الساوند وأنطيمان ترميز مقابلة لها EBTX و EBTX SPC وكما أنه يدعم EBTX Voice جنبا إلى جنب مع ميكروفونات المزدوجة والمدمجة وتقنية إلغاء الضوضاء CVC وكذلك لديها كل من سماعة الأذن ميكروفوناتين في السماعة الأذن اليوم مع ميكروفوناتين وفي السماعة اليسرى ميكروفوناتين كذلك فإنه يحقق أداء مكالمات عليها الجودة بكثير إذا قمنا بمقارنتها مع السماعة الاقتصادية مثل لينوفو XT88 وغيرها كذلك EBTX Adaptive برنامج الترميز وحقق معدل بت مرتفع يصل إلى 24 بايت و 96 كيلو هيرتز وزمان انتقال منخفض ويدعم تشغيل مصادر صوت عالية الدقة وفي الواقع إنها مواصفات منتج مليئة بالتكنولوجيا متقدمة جداً وهذا لن تجده في سماعة اقتصادية أو في سماعة أخرى ويوجد أيضاً تطبيق يدعم هذه السماعة Edifier وهذا اسم التطبيق هو Edifier Connect قم بتحميله وبعد تثبيت تطبيق على هاتفك الذكيق قم بتشغيل تطبيق واضغط على Wild Series بدمن سلسلة اللافتات وسوف تجد عديد من اللافتات منها Wild Series, News Connection, New Pods Series فقط كل ما يجب عليك هو بحث عن W-120T من قائمة منتجات التي تظهر على هذا التطبيق ثم انقر على الاتصال على شاشة الانتقال إلى ذلك ثم مباشرة صوتك الرابط تطبيق بسماعة W-120T من الضروري توصل هاتفك الذكي بالسماعة لكي يشتغل معك وأيضا يمكن استخدام التطبيق بدون تسجيل المستخدم أو يمكنك تسجيل عبر بارد الكتروني لكن مواصفات موجودة هنا قد تتغير في المستقبل سوف تجد في التطبيق كثير من الحالات والوضعيات عن السماعة مثل تأثير الصوت والموسيقى ووضع الألعاب وكذلك مؤثرات الصوتية يمكن تحديد جودة الصوت مفضلة لديك من بين هذه الأنواع بوب، كلاسيك وروك يمكنك تشغيل وضع اللعب وضع زمني والوصول فهو منخافض أيضا أو إيقاف تشغيل إذا كنت لن تلعب وهناك تأخير بحاولي ثانيتين في لعبات البابجي إلا أنه يشكل فرق كبير أثناء اللعب فهي ليست جيدة كفاية كما أنها ليست مصممة للعب رغم جودة الصوت والميكروفون إلا أنها ليست جيدة كفاية للعب البابجي وكل هذا وأكثر سوف تجده في الكتيب كدليل المستخدم ويمكنك عرض وتوضيحات لخمس عناصر والتشغيل والإيقاف والاقتيران وإعداء التعيين والشحن والتحكم باللمس ويمكنك فتحة وإغلاق من خلال التطبيق وكثير من الخصائص سوف تجده في الكتيب وفيما يتعلق بجودة الصوت على الرغم من أنه لا يركز على الصوت جاهير إلا أنه يعطي انطباعا بأن النطاق جاهير قوي أيضا إنه يدعم مستوى الصوت مرتفع وحجم كبير لكن لا يوجد تقريبا أي تقطقة أو تشويش للصوت وصنعنا تشغيل الموسيقى واخر المكالمات أيضا في جودة الصوت ليست متغيرة أو حتى عند ارتفاع مستوى الصوت العالي كما ذكرنا سابقا فهو في الواقع مليء بالتكنولوجيا المتقدمة وبالنظر إليه إلى أنه منتج متوفق مع التطبيقات وأخيرا ستحدث عن البطارية السماعة وبشكل عام يمكنك استخدام البطارية حوالي 24 ساعة ومدة شحنها ساعة ونصف تدعم الشحن السريع واللاسلكي أيضا وهي مدة جيدة ولك كذلك تشغل سماعة أودن معك حوالي 6 ساعات وهي مدة طويلة إذ قارنها بسماعة أخرى رغم أنها تمنها مرتفع حوالي 60 دولار يختلف السعر من بلد إلى آخر وهذه السماعة ديفاير W120 T بجميع تفاصيلها ومييزاتها رغم أنها ليس لها عيوب إلا أنها تبقى سماعة جيدة بمواصفات جيدة وبميكروفون رائع للغاية بحيث تمتلك كما قلت أربع ميكروفونات في كل سماعة أودن يوجد ميكروفونين وتقليلات ضوضاء وتقنيات يوجد فقط في سماعة دات في السعر المرتفع CBIC, EBTXX, EBTX Adaptive وكذلك الدعم أقوى مييزات Snapdragon Sound وكل هذا يوجد في سماعة Edifier W120 T كانت هذه مراجعتنا لسماعة بلد جديدة ونلتقي في فيديو آخر بحول الله